موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام تشهدوا قناة الوطنية حلة جديدة لعدم برامجها مع استحداث برامج جديدة في التطورات الحاصلة بالقناة مع التردد الجديد الذي سيكون ابتدى هذا الشهر يعني كان بدايته في هذا الشهر في براير ولهذا كما تشاهدون حلة من الجزائر في الخلفية من ورائه هي حلة جديدة وحلة باهية لتكون تضمن مع تطورات القناة في برنامج من الجزائر اليوم سنتطرق في النقاش مع ضيوف الكرام لأولا رسالة شديدة اللهجة التي جاءت بها مجلة الجيش الوطني الشعبي والتي تضمنت يعني إشارة واضحة ولكل مخططات أعداء الذين يتربسون بالجزائر ممن أسمتهم أعداء الوطن وتجار الفتنة الذين وضعوا مخططات مخططات سيكون لمحالة مصرها الفشل هذا في المحور الأول في المحور الثاني سنتطرق كذلك إلى تحرك الدبلوماسية وقد ذكرت أيضا مجلة الجيش تحرك القوي لديبلوماسية الجزائرية على الصعيد الإقليمي سنتطرق إلى أشغال دورة المجلس التنفيذي لرؤساء أو عفوا لوزارة الخارجية الأفارقات تحضيرا للقمة قمة الرؤساء التي ستكون يومي السبت والأحد المقبلين ولهذا لنقاش كل هذه الأمور وتتطورات يوجد عن يميني الأستاذ منصور عفوا أحمد العروسي رويبات أحمد العروسي عبات رئيس حزب الواسطة السياسي مرحبا بك الله يسلمك ربي بارك فيكم شكرا جزيلا على تلبية الدعوة وبجانبه الأستاذ منصور بن توري مسؤول تنظيم في حزب صوت الشعب شكرا للاستضافة وتحية للزملاء شكرا عن ياساري الأستاذ عبد الرحمن الجعفر الكناني محل السياسي مختص في الشأن الدولي مرحبا بك شكرا ومعنا كذلك محمد حسان دواجي أستاذ العلم السياسية والعلاقات الدولية جامعة مستغانا مرحبا بك مرحبا بك شكرا على استضافة شكرا جزيلا لك أبدأ معك الأستاذ أحمد العروسي رويبات بالنسبة لمجلة الجيش وما تضمنته كان صريحة كل صراحة بالنسبة لمخططات الإقليمية التي تريد بعض الجهات الأجنبية نيل من استقرار الجزيرة فكانت رسالة واضحة أن هذه المخططات لمحلة ستبق بالفشل أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم سعيدون أنا بوجودي معكم في هذه الحصة وأبارك لكم بهذا المولود الإعلامي شكرا الذي يعتبر إضافة في مدونات الإعلامية الجزائرية أما بخصوص موضوع مجلة الجيش نحن نرى ذي من القنوات الفضائية نعم فيما يخص مجلة الجيش نحن نعرف بأنه مؤسسات الجيش مؤسسة دستورية ومن المؤسسات الأساسية التي ترافق بناء الدولة الجزائرية سواء أثناء الاستعمار التي كانت تمثل العمود فيقاري في طبعا مقارعة الاستعمار الفرنسي والخوانات داخل الوطن أو أثناء الاستقلال ومختلف المراحل التي رفقتها وبالتأكيد أن المؤسسة العسكرية هي التي كانت تساهم وترافق في صناعة القرار السياسي أو القرار الأمني أو القرار الاجتماعي أو القرار الثقافي وهذا يوجد لدى كل الدول ويخطئ من يحسب هذا المزيع على الجزائر فقط أن الجزائر تختلف ربما عن بعض المؤسسات العسكرية في الدول الأخرى لكون الجيش جيش شعبي وطني أبناء جزائرين أبناء هذا الوطن ليسوا مرتزقة وليسوا عملاء وليسوا أيضا ربما مرحاليين ربما تخلنا مرحلة الاحترافية ولكن ما زالت الاحترافية تستمد من عمق طبعا الجزائر العميقة ومختلف الوطن لذلك نوجد تمراصة أو تبسة أو غلزان أو عنابة أو تيبازا أو تيزيوزو كلهم في بوتقا وحدة ابن تيزيوزو يقارع المجرمين على مستوى حدود لمسان وعلى حدود المغرق أو تمراصة أو تبسة أو غيرها إذن مؤسسة الجيش لا سيما المؤسسة الإعلامية أو مجلة الجيش التي تعتبر لسان وحال الجيش لسان وحال المؤسسة العسكري لسان وحال الجيش الشعب الوطني توضح في هذا المقالة بالذات وفي هذا الموضوع بالذات أن الوضع الأمني غير مريح بالنسبة للجزائر سواء على مستوى الحدود أو الامتداد للجزائر الداخلية إلى مستوى إفريقيا أو مستوى الدول العربية أو مستوى ربما تحرر الشعوب وهذا تعبير طبعا نابع من الثقافة التي طبعا تطبع بها المؤسسة العسكرية الجزائرية الآن هل لهذه الرسائل صدى خارجي؟ بالتأكيد لأن ربطة الحدث بما يجري طبعا في دورة مجلس التنفيذي الإفريقي ربطة الوضع بما يحيط بنا سواء من انقلابات سواء من مساس بالحدود الإقليمية الجزائرية سواء غربا أو جنوبا أو شرقا وحتى الدولة التي تمس في طبعا إقليميها أو حديدها هي مجاورة الجزائر سواء كانت ناحية الشرق أو الغرب وبالتالي أي مساس بهذه الدول أو أي تواجد أجنبي يريد استثمار وجوده في هذه الدول للمساس من الجزائر هو مساس بالجزائر وبالتالي نحن نعبر عن ربما تمسكنا بما ربما أيضا يوضح من ما يحيط بالجزائر من مختلف تغيرات سواء على مستوى الأمن أو على مستوى ربما مختلف المؤامرات التي تحق بالجزائر شكرا جزيلا أستاذ أستاذ كيناني بالنسبة للجهات أو الأطراف التي أشار إليها الجيش من أجل توصيب الدقيق لما ورد في فتاحية الجيش والتي أنا أرىها أشبه برؤية أو برسمي خارطة إعلامية على مستوى الساحة الجزائرية لأن هذه الابتتاحية هي الأقرب إلى مركز القرار السياسي وكذلك هي من يرسم الخارطة الأمنية للبلاد بشكل عام طبعا عند القراءة الأولى لهذه الابتتاحية نعتقد للوهلة الأولى أنه كأنما هناك مخاطر متحششة في الداخل الجزائري لكن في الحقيقة أنه لا وجود لمخاطر حقيقية في الداخل الجزائري وأنما الداخل الجزائري هو مستهدف ومستهدف خارجيا فالهدف الرئيسي لهذه الابتتاحية هو تنبيه الداخل من أجل أن لا تكون هناك نقاط اختراق أو نقاط غلغل لمخاططات خارجية ومخاططات إقليمية طبعا القراءة الجغرافية للواقع الجزائري هي قراءة غير مريحة بكل الأحوال وفق المعطيات لأن الجزائر محاطة بسياج أو بحزام حدودي يعني ينتهي يبدأ من البحر ويعود إلى البحر من جديد وهنا نقصد ليبيا ونقصد كذلك دول الساحل الأفريقي ومالي وكذلك المملكة المغربية سياج ملغم بكم من هائل من المخاطر وهذه المخاطر بكل تأكيد هي مخاطر أمنية وهذه المخاطر الأمنية تستهدف الجزائر بشكل مباشر لأن الجزائر تعتبر العائق الوحيد لجميع المخاططات الخارجية المخاططات الخارجية لم تجد المسارات السهلة أو المسارات المباسطة لتحقيق مخاططاتها لأنها تصدم بالجدار الجزائري رغم كل ما يحاط بالجزائر من تحديات خارجية لذا علينا أن نفهم من هذه الابتتاحية أن المؤسسة الإعلامية العسكرية تنبه الرأي العام الجزائري بوجود مخاطر خارجية هذه المخاطر الخارجية من يبشلها هو تماسك الداخل تماسك القوى الوطنية بكل أشكالها وبكل أصنافها أولا المؤسسات المدنية المؤسسات السياسية مؤسسات المجتمع المجتمع المدني بمعنى أنه الارتقاء بمستوى الوعي الشعبي أو الارتقاء بمستوى الوعي الجماهيري لأنه الوعي الجماهيري هو يعتبر بمثابة السلاح الأقوى لوأد أي مخاططات خارجية تستهدف البلاد عندك الوعي الشعبي سيد كيناني أعود إليك سيد منصور بن توري مجلة الجيش أشارت أنه الجيش الوطني الشعبي يختلف عن بقية الجيوش ربما في العالم بأنه لم يتأسس بمرسوم فأشارت أنه بالحققة أنه هناك دلالات عميقة للبعد الوطني والامتداد الشعبي لجيشين الباسل ولذلك هو إشارة ضمنية أنه هو باستمرار لجيش التحرير للجيش التحرير يعني الذي حرر الجزائر شكراً بعد بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة الجيش الوطني الشعبي مبثق عن الجيش الثورة بعد الثورة الجزائرية عن الجيش الشعبي الوطني اللي أخذ الثورة الجزائرية وأدى بها إلى الاستقلال واليوم هذا الجيش أصبح يعني مهما بعد الصعوبات اللي رحي اليوم يمر بها العلم والاضطرابات السياسية اليوم رح برها من الجيش الجزائري أنه يحمي الوطن ونحن كحسب سياسي يعني دائماً في التدخلات تعنا ولا حتى في البرنامج تعنا يعني نوضعه لأن الجيش الوطني الشعبي خط أحمر نعم لأنه يقوم بمهام كبيرة والمهام بتاعه يعني اليوم رح يتجسد فيها افتتاحية على مجلة الجيش لي رحي ما 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 شوفوش اليوم غير مثلاً العنوين الأخيرة اللي ظهر بها خاصة على ما يحاط بالجمهورية الجزائرية وبالعلم لأن العلم اليوم رح في اضطراب المشكل مراوش غير في حدود الجزائرية العلم رح في اضطراب كبير نخضو المثل أوكرانياك في روسيا المثل القضية الفلسطينية القضية الصحراوية الكيان الصيوني اللي أحب يدخل بقوة ويدخل كمراقب الاتحاد الأفريقي هذه كلها اليوم الجيش الشعبي الوطني ما رحش المهام التاعه محدودة في الدفاع بالسلع على الوطن يعني حتى اليوم تدخل ولد قوة كبيرة عطى قوة للديبلوموسية الجزائرية لأنه أصبح في خط واحد مع الدبلوموسية الجزائرية قبل ما نصل إلى الدبلوموسية الجزائرية خلينا برك فقط في الاتداد يعني الشعبي لأنه نرى مثلا ونرى في الشقيقة مالية يعني في الجوار فقط في مالية لما الجيش يعني الشعب كانسين ضمن الجيش نلاحظ أن السلطات المالية واجهت حتى المستعمر القديم في فرنسا يعني أهمية ما مدى أهمية أنه الشعب يكون متحد مع جيشه والجيش مع شعبه لا شوف الأهمية هي أن أن ما نساش رئيس الجمهورية هو القائد على القوات المسلحة هو الوزير هو الجيش الدفاع الوطني هو برهن على الزيارة الأخيرة تقعه للمقر الجيش باللي كان ينتنسوا كبير هو الشعب الشعب راه دائما ملتف حول الجيش تقعه واليوم احنا دائما برهننا بالجيش المهام الجيش تكون عن الدفاع الوطن ما تخرجش يعني عن خارج الحدود الجزائرية كل ما حكي في قضية مالي الجزائر تساند دائما تحرير الشعوب ولكن عمرها ما دخلت في لا لما قصدته أنه لما الجيش يكون متوحد جيش المالي مع الشعب المالي هذا ما قصدته يعني لما الشعوب تكون مع الجيش مع يعني القوة من الصورة موجودة في الجزائر لا لأنه نفس سنصل في الثاني سنصل لأنه حالة النيجر مثلا فرنسا الآن ستتجه نحو النيجر لأنه لم تجد لها يعني موقع قادم في مالي لما اتحدى الجيش مع الشعب سأعود إليك معليش أستاذ منصور بن توري أستاذ محمد حسان دواجي بالنسبة خلينا نقوله بالنسبة المخططات هذه المخططات قالت مجلة الجيش أنه يعني ستكلل بالفشل لمحالة يعني نعم نظن أنه افتتاحية مجلة الجيش منذ مدة وهي ربما تعبر عن ما يدور في كواليس الأمور الأمنية التي أحيانا لديها حتى امتدادات تطابع إعلامي وسياسي افتتاحية افتتاحية الجيش تتحدث عن جملة من المؤامرات ليست هذه المؤامرات جديدة هذه مخططات كبرى مرسومة منذ مدة ومحددة وفق استراتيجيات معينة ربما اليوم الجزائر نتيجة ظروفها الإقليمية والدولية وكذلك تمسكها ببعض المبادئ وبعض القيم في سياستها الخارجية والإقليمية والداخلية تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع هذه المخططات هذه المخططات اليوم تقوم على مبدأ أساسي وهو إثارة الفوضى في البلدان نشهد اليوم نحن كدولة متوسطية وشمال إفريقية لدينا حدود مع مثلا منطقة الساحل مالي نيجر تشاد دول كبرى تشهد منذ مدة سياسة نشرة الفوضى وإضعاف الدولة أو ما يسمى بنموذج صوملة المنطقة الجزائر وقفت دائما بالمرصاد وضد هذه السياسات وبالتالي انتقل الطرف الآخر إلى ربما محاولة إشعال الفتنة ومحاولة القيام الوصف كان دقيق يعني قال من يتفننون في نسج الأكاذيب أكاذيب نعم إعلامية دعاية إعلامية ذات بوع الدولي وإقليمي هناك تحرش كبير من وسائل الإعلام شفنا تحرك سياسي من الجزائر شفنا توقيف وكالات أنباء شفنا بيانات لتحدث نعم تحدثت بصفة خاصة حول بعض وكالات الأنباء الخارجية الفرنسية مثلا شفنا توقيف قنوات أجنبية في الجزائر وشناك كذلك بعض المغالطات الإعلامية هي أكيد أنه لدينا بعض المشاكل لنقول أنه في الجزائر لا يوجد مشاكل هناك مشاكل لكن ليست ليست بالمستوى الذي تظهر به كذلك ليست في نفس السياق الذي يراد به أنت لما تطرح مشكل في سياق معين هناك أحيانا تطرح المشكل من أجل يعني التنبيه وإيجاد الحل لكن هذه القنوات أو هذه الوسائل تريد تصوير تشويه صورة الجزائر على مستوى العالمي لماذا؟ لتوقف عجلة التنمية لمنع الاستثمار لوقف التحرك الديبلوماسي الجزائر لأن الجزائر اليوم تقوم بعملية أساسية وستراتيجية جدا وخطيرة في نفس الوقت وهي استرجاع الدور الجزائر فقدت دورها لأكثر من 20 سنة دورها الإقليبي دورها الإفريقي دورها العربي دورها الدولي دورها المتوسطي اليوم الجزائر منذ عامين منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة وهي تسع إلى معاودة استرجاع دورها ولعب دورها الطبيعي خصوصا في ظل الظروف الأخيرة ويعني المعاصرة اليوم شمال إفريقيا فارق هناك دولة وحيدة التي بها استقرار وهي الجزائر الدول العربية يعني تفسخ وتمزق العلاقات العربية العربية ربما الدولة الوحيدة التي لم تدخل في إطار الأحلاف المتصارعة عربية عربية هي الجزائر هذا ما يؤهلها نجال التطبيع هذا ما يؤهلها اللي يتلعب دور الوسطة والدور التقريب هو الدور الذي نريد أن نلعبه من خلال استضافة القمة العربية والاستضافة الأشقاء الفلسطينيين يعني الفصائل الفلسطينية يعني التي الغير متفقة كذلك على المستوى يعني الفكرة التطبيع يعني التطبيع الدول العربية كثير التطبيع الدول العربية الجزائر اليوم في مواجهة مباشرة مع الكيان الصهيوني أولا على المستوى الإفريقي تحركات حثيثة لمنع الكيان الصهيوني على صفة المراقب يعني من دخول إتحاد الفريقي لماذا؟ لأنه هناك مغالطة إعلامية دولية الكيان الصهيوني ليس عدو فقط الدول العربية والإسلامية هو عدو كل شعوب يعني الحرة الكيان الصهيوني يعمل على بث التفرقة داخل الدول يعمل على زرع الفتنة داخل الدول ونشر يعني الصراعات الداخلية حتى وتمزيق الدول حتى تصبح يصبح هذا الكيان كائن قائم أو يستطيع العيش بأنه هو يجد نفسه بقعة يعني غير متناسقة مع النسج الجغرافي والسكاني للمنطقة هناك مخطط قديم وبعيد المدى لتقسيم الدول للمنطقة حتى يصبح الكيان صهيوني بنفس القوة البشرية والجغرافية مع بقية الدول حتى في إفريقيا وبالتالي الكثير من الدول الإفريقية التي ليست عربية ولا تدين بالدين الإسلامية واجهت الكيان الصهيوني ورفضت أن يدخل على مستوى العربي أول اتفاقية أمنية بين دولة محاذية الجزائر وهي دولة دولة المغرب مع الكيان الصهيوني حتى مصر في عهد السادة لم تجرؤ على القيام بمعاهدة تعاون عسكري حتى الأردن على ضعف إمكانيتها المادية والبشرية والجيوسياسية لم تقديم على هذا حتى الدول الكبرى التي كانت في مواجهة اليوم لماذا؟ لأن الجزائر أصبحت تقلق الجزائر أصبحت هي المركز العام لما يسمى بالثبات على المواقف ودعم حق شعوب أقول الشعوب الحرة في تقرير مصيرها لأن الشعب الفلسطيني لدينا الشعب الصحراوي الذي يقاوم من أجل استقلال هذه القيم وهذه الثابات على المواقف لديه ثمن الثمن هو هذه المخططات وهذه التهديدات التي تواجهها وأظن أن مجلة الجيش تريد دائما بعث لأنه أكيد هناك تقارير أمنية وعمل أمني كثيف يعطي المعطيات الحقيقية التي لا يمكن أن تتوافر لبقية المؤسسات وهذا ما تترجمه هذه الافتتاحات شكرا سيد دواجي أعودي لك سيد كيناني بالنسبة لإشارة افتتاحة الجيش التي تحركوا الدبلوماسية الجزائرية قالت تحركا بقوة على عدة جبهات في سبيل استعادة الدورها الرياضي بين الأمم بالتأكيد هذا ما يبؤكد أنه التنبيه التنبيه إلى المخاطر التي تهدد الداخل إنها مخاطر خارجية بمعنى أن الرؤية الجديدة وفق اشتراتيجية جديدة وضعتها الجزاء هي أن استقرار استقرار الداخل ليكمن في تشخيص المخاطر في تشخيص المخاطر الخارجية ومحاصرتها قبل دخولها قبل دخولها إلى الجزائر وهذه بحذة تعد بمثابة يعني نظرية نظرية أمنية متكاملة هي أو ما يعرف بنظرية الأمن الخارجي هنا نلاحظ دائما يعني أنه في الإشارة أنه بدأت الرؤية الإعلامية التي تطرح من خلال افتاحية الجيش أنها تركز على الأمن الخارجي وعندما تركز على الأمن الخارجي هي بالضبط تكون قد وضعت جميع الأدوات والوسائل لتنفيذ هذه السياسة لأن كل المعطيات يعني خلال يعني من عشرية الإرهاب ولحد الآن أكدت الجزائر بأنها كانت بمثابة مقبرة لكل المؤامرات الخارجية لأن الجزائر تأثرت بعشرية الإرهاب لكن الدولة لن تنتهي بل بالعكس الدولة خرجت بمؤسساتها بشكل أقوى اختصرت الزمن في إعادة التنمية بل اعتمدت حركة الموية متسارعة عملت على تركيز القاعدة الاجتماعية المتكاملة لم تكن فريسة لأزمة لأزمة اقتصادية وصلت في ورحلة من المرحل أنها امتلكت أكبر رقم من الاحتياط النقدي الأجنبي وخرجت دولة لم تكن مدانة لم تكن مدانة لدول 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 أخرى بمعنى أنه هذه المقبرة التي أبشلت جميع المخططات الخارجية يبقى أنه علينا أن لا نصل إلى مستوى الاسترخاء أو مستوى الأطمئنان لأن المرحلة تغيرت التغير الكامل في هذه المرحلة في هذه المرحلة بالذات أن المخطط المخطط الإسرائيلي في القارة الأفريقية مخطط واسع النطاق مخطط توسعي يسعى إلى اختراق ثلاث بوابات رئيسية يسعى أولاً إلى اختراق البوابة السياسية ويسعى في الثاني إلى اختراق البوابة الاقتصادية وفي الثالث يسعى إلى اختراق البوابة الأمنية ومن له القدرة على اختراق هذه البوابات الثلاث بإيجاد أرضية الملائمة من بعض الدول الأفريقية من بعض أنظمة الدول الأفريقية بكل تأكيد ستمنح هذا الكيان شرعية التحرك وبنض كذلك شرعية وهذا ما تقوم به افتتاحية الجيش لأن اليوم عن طريق الإعلام وتمكن الشعب من طلاعه على كل ما يجري في البلاد ولكن لا ننسى اليوم شوف الأخ اليوم لا ننسى النظام العالمي الجديد هذا سيستمر في خاصة بعد جائحة كوفيد والأزمة الاقتصادية كان أزمة اقتصادية وهي معظم الحروب التي كانت تقوم بعد ما تكون أزمة اقتصادية واليوم ما بقيت حروب بالسلاح السلاح أصبحت سراعات الرأي شكرا في هذا الموضوع صناعة الرأي العام ويعتبر الاستثمار الحقيقي هو صناعة رأي عام الآن إسرائيل كي يستعمل على هذا استثمار صناعة رأي العام في مختلف الدول شكرا جزيلا لك سنعود إلى النقاش في جزء ثاني فاصل ونوصل عدنا بكم مشاهدنا الكرام لموصلة النقاش في هذا الجزء الثاني من برنامج من الجزائر بالنسبة الجزء الثاني سنطرق إلى مخرجات أشغال دورة المجلس التنفيذي لرؤساء أو لوزراء عفوا وزراء الأفاريقاء وزراء الخارجي الأفاريقاء تحضيرا للقمة قمة الرؤساء المرتقبة يومي السبت والأحد المقبل بإذن الله تعالى فنوصل النقاش مع ضيوف الكرام أولا أبرز ما سيتم اختباره في هذه أشغال أنه هناك تحديات اقتصادية سياسية وأمنية بقرة سمراء إضافة إلى التحدي الكبير وتحدي عضوية أو محاولة الحصول كي نصنع عضوية صفة ليس العضوية الكاملة وإنما صفة مراقب داخل هيكل الاتحاد الإفريقي بداية أبدأ معك الأستاذ عبدالرحمن جعفر الكيناني ما هي أبرز تحديات سياسية الأمنية والاقتصادية لفزراء الخارجية الأفريقية هناك كم هائل من التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية طبعا لا نهم الإشارة إلى الآثار السلبية لما تركه كوفيد 19 على الواقع الاقتصادي وعلى الواقع الاجتماعي وكذلك كشف عن قدرات الدول الأفريقية المتراجعة في مجابهة ومكافحة هذا الوباء لكن هذا يحتاج بمثابة تحدي طار يمكن تجاوزه في يوم من الأيام وما نتحدث عنه هي التحديات الكبرى والتحديات المخضرمة التي تنتقل من جيل إلى جيل ومن عقد زمني إلى عقد زمني آخر وهنا نحدد التحديات السياسية وتحديات الأمنية وتحديات الاقتصادية طبعاً لتركيز قدرات مواجهة هذه التحديات بكل تأكيد تحتاج الدول الأفريقية إلى نوع من المقاربات التي ترسم استراتيجية متكاملة على جميع الصعود لمجابهة هذه التحديات واحتواءها وبالتالي الدخول في مرحلة بناء في مرحلة بناء التنموي القضية أنه لا تستطيع أن تفصل التحدي السياسي عن التحدي الاقتصادي ولا تستطيع أن تفصل التحدي الاقتصادي عن التحدي الأمني لأنه كل هذه التحديات تغذي بعضها البحض الرؤية الأفريقية المنتظرة لمواجهة هذه التحديات تكمن في نوعية مشاريع القرارات التي سيتخذها مجلس وزراء الخارجية الأفارقة خلال اجتماعهم الحالي في منطقة في دولة في دولة أتوبية وتحديدا الحاصمة الأتوبية الحاصمة الأتوبية أديس أبابا قد يشهد الاجتماع نوع من الخلافات حول تحديد أولويات جدول الأعمال وكذلك نوعية ومضامين القرارات التي يجب أن تتخذ لكن الجزائر ذهبت إلى أديس أبابا برؤية واضحة المعالم تنعكس عن تنعكس هي نعكاس الواقع ومضامين الاستراتيجية الجزائرية الجديدة على مستوى القارة الأفريقية وعلى مستوى الساحل الأفريقي بشكل خاص هذه الرؤية تسند على محورين رئيسيين لمجابهة التحديات وهو الارتقاء بالواقع الاقتصادي وبنفس الوقت الارتقاء بالواقع الأمني لأنه واحد من مسببات انخرام الوضع الأمني في القارة الأفريقية هو تردي الأوضاع الأوضاع الاقتصادية لذا نلاحظ في كلمة وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة أشاد بدور النيباد لأن النيباد تشكل المحول الاقتصادي لمعالجة أهم القضايا الاقتصادية التي تعاني منها القارة الأفريقية وركزت الجزائر في مقارباتها وفي مداخلاتها ركزت كثيرا على الجانب الاقتصادي بنفس الوقت فيما يخص مسألة انضمام الكيان الإسرائيلي إلى الاتحاد بالنسبة لك الأستاذ رويبات بالنسبة لتحرك الدبلوماسي كما ذكر الأستاذ الكنانيد تحرك وزير الخارجية وما ذكر ناه في المحور الأول بالنسبة لإشارة وإشادة مجلة الجيش للتحرك الدبلوماسي الجزائرية بقوة لإستثباب واستحلال الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي برأيكم هل قفزت الدبلوماسي الجزائرية قفزة تساعد في تموقعها من جديد بإقارة السمراء هو أمر مفروض على الجزائر أن تحتل جميع المواقع الاستراتيجية التي من خلالها تستطيع أن تبحث الرسائل القوية لمختلف المجتمع الدولي ربما لظروف معينة أثناء العشرية السوداء أو العشرين الفساد كانت الجزائر غائبة على طول الخط بالنسبة للمحافلة الدولية وهذا لأسباب معقولة حتى عدنا نشعر أن الجزائر ولاية من ولاية فرنسا والشعب الجزائري بمختلف توجهاته كان ضد هذه السياسة يعني ضد أن الجزائر أن تصبح تابعة على أي دولة كانت ما كانت يعني الظروف الآخرة نسبة للحجم بالنسبة للتضحيات لا 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 لنسبة للحجم أنها تكون ولاية ولكن كانت تمشي في توجه أوروبا توجه نحو أوروبا ونسات العمق الإفريقية ياريت ياريت حافظنا عن الكينونة كمقوم استراتيجي في التأثير الداخلي والخارجي أصبحت ربما نشعر بكل قرار حتى الشعب الجزائري اللي تقول له يقول لك القرار جاء منها الآن مهما يكونemy هناك شعور هناك شعور باستعادة زمام صناعة القرار السياسي الجزائري ومع الأسف أنا تأسف كبقي الجزائري أن الدبلوماسية التأنيا على مستوى الصوفرة في الخارج ميتة صحيح ما تلعب دور على مستوى الأمني ما تلعب دور على مستوى الاقتصادي ما تلعب دور على مستوى الاستشاري ولا حتى في صناعة الوبيت والو تلعب دور على مستوى الباسبور ووثاق الهوية الآن أيضا في اللقاء الأخير تعالى السوفرانتانا ربما رسائل من رأس الجمهورية وجهت بل دفعت السوفراء إلى إيعة النظر في استراتيجية العمل الخارجية لحقيقة تواجدهم في تلك الدول وهذا ما جعلت ديبلوماسية التعني الجزاري على مستوى وزارة الخارجية أن تجد لها موضع قدم في مختلف التشكيلات الخارجية وبالتالي أحببنا أن أمكرهنا مثل ما أشار الأساتذة أن صناعة الرأي هو الاستثمار حقيقي سواء في الجانب الأمني أو الجانب الاقتصادي أو الجانب الثقافي أو الجانب الاجتماعي إذا غابت الجزائر عن أي عنصر من هذه الأناصر في الصناعات وتوجيه الرأي العام والاستثمار الحقيقي هنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا بأنفسنا ما قمنا به بأنفسنا شكرا أستاذ العرسيم أستاذ محمد حسين دواجي بالنسبة لما هي التفاصيل ربما الأجون التي ستدرج في قمة الرؤساء المرتقبة نعم أظن أنه منذ مدة هناك تحرك إفريقي وهناك حراك إفريقي على مستوى الشعوب وحتى على مستوى الدول لرسم إعادة رسم دور إفريقيا في العالم ورسم كذلك علاقات إفريقيا بالعالم اليوم كثير من الدول الإفريقية وكثير من الشعوب الإفريقية تريد التخلص من المنطق الكولونيالي في التعامل مع الدول خصوصا وأنه الدول الإفريقية هي تقريبا 90% أو 99% كانت مستعمارات أوروبية خاصة مستعمارات فرنسية بدرجة الأولى 35 دولة إفريقية كانت تحت رحمة الاستعمال الفرنسي اليوم هناك حراك شعبي وعي من نخب وكذلك على مستوى الدول وحتى على مستوى الحكام أفضل دليل قضية مالي يعني مالي أفضل المثال أكيد مالي مثال على هذا واتشاد يعني اتحقت حتى تشارد في حملة طرد فرنسا من هي نهاية مرحلة ونبما ستشهد نظرية دومينو جديدة في سقوط النفوذ الفرنسي لسالح ماذا ليس لي قطع العلاقات مع فرنسا لكن إعادة رسم العلاقات وفق علاقات مبنية دولة دولة وقفت رابح رابح يعني مصالح وليس وفق منطق كولونيالي تابع حتى القمة الإفريقية الأوروبية المزمع عقدها في فبراير القادم حتى لو تشوف تصريح رئيس الفرنسي فيه نوع من التعالي وفيه نوع من التفكير أن هذه إفريقيا هي جزء تابع لأوروبا اليوم هذا المنطق يجب أن يتغير وبالتالي أظن حتى الدول الزعماء الأفريقى الذين سيجتمعون سيكون مطالبين بتبني هذه الاستراتيجية لأنها استراتيجية مدعومة من قبل شعوبها كذلك على مستوى الدول كذلك حتى على مستوى التنظيمات الكبرى أعطيك مثل الدول الصعيدة أوروبا نتحكيش على بعض الدول أوروبا بسيفية عامة تريد أن تتعامل مع إفريقيا ككتلة الصين تريد أن تتعامل مع كتلة وشفنا في مرحلة السابقة القمة الصينية إفريقية قمة روسية إفريقية هذه القمم أو هذه الدول الصعيدة تريد أن تتعامل مع إفريقيا كقوة لماذا؟ أولا إفريقيا أصبحت اليوم أنا قلتها في أكثر من مناسبة أصبع ينتقل إليها تدريجيا مركز العالم أصبحت مركز اهتمام العالم حتى أمريكا فكرت في قمة أمريكيا إفريقية نعم لأنه إفريقيا هي أول مركز أو مصدر خام للطاقات يعني احتياطي للثروات قوة بشرية عظمى وغيرها إمكانيات كبرى في مجال استثمار في مجال تنمية في مجال وقدرة كذلك على إعادة ترتيب الميزان القوة في العالم هذه كلها ربما ستضع القمة الإفريقية هذه كبداية انطلاق لتنظيم وتفكير إفريقي مغايل لمشاهدنا في سنوات سبب شكرا جزيلا سيد منصر بن توري ربما اليوم سأضعك في تخصص حكومات والشعوب سؤالي لك يعني في نصر الإطار بالنسبة للتغلغل روحوا للتغلغل محاولة التغلغل والاختراق الكيين الصهيوني للاتحاد الإفريقي وهيك الاتحاد إفريقي ألا ترى أنه هذا حصل بسبب تواطع بعض الحكومات الإفريقية مع الكيين الصهيوني في ذلك في مقدمة إثيوبيا نعم هذا معقول يعني الكيين الصهيوني ما وش مليون من دول الوجود بتاعه على الأراضي الفلسطينية وهو يحاول دائما اختراق الشعوب والدول من أجل فرض السيطرة التاعه والبرنامج التاعه اللي طاول المدى ولكن اليوم شوف أفريقيا شوف الإتحاد الأوروبي يعني خضاوا وقت كبير باش بناءوا الإتحاد الأوروبي حتى يعني هما بالنسبة للاقتصاد تحهم كانوا في اقتصاد مليح وكان من ناحية ديمقراطية ولكن دول الأفريقية شوف كان عوامل تاريخية ما ننساوش بالأفريقيا اليوم نتكلم احنا احنا طموحين خاصة ديملوميسية الجزائرية اللي يقوم على على رأسها وزير الخارجية سيد الحيوة من هذا المنبر اللي لا يقوم بعمل جبار وهذا با من أجل وخاصة في تحضير دورة الأربعين لمجلس المجلس التنفيذي في آديسة عبيبة ولكن ولعقد المجلس التنفيذي أمس واليوم لكن تحضير قمة الرؤسة ستكون يوم السبت ولكن نشوف احنا أنا كسؤال نسأله حتى الأخوة يعني في قراءة إفريقية وإن كان فيها اتحاد إفريقي مازال كان دولة مستعمرة اللي هي السحراء الغربية صحيح يعني هذا مشكل كبير هذه ضمن الأجندا يعني متسفية استعمار يعني وهذا هو هذه الشوكة كما نقوله باللغة يعني المشاع في الجزائر يعني اللي بقات في الاتحاد الإفريقي هذا يعني اليوم نشوف نشوف مثلا أنا نعطيك أمثلة المغرب المخزن اللي راه يساند وحب يعني بكل قوة يتوسط بش يدخل كاين صهيوني كاموا راقب في الاتحاد الإفريقي لا هو دخلوا للشامل إفريقيا وحب شامل إفريقيا شوف المغرب اليوم المغرب راه في راه في احتجاجات كبيرة راي تقوم بها الجمهة الداخلية راه قطاع النقل راه دير تونس راي في خنقها حالة مالية كبيرة غني أبي صاو كانت محاولة محاولة انقلابية محاولة انقلاب الكونغو كذلك السودان اللي اليوم راه باش يسترجع غنيه في سبتمبر الماضي كل هذا العوامل موركي نافاسو يعني في الأسبوع الفارق كل هذا العوامل كل هذا العوامل نحن يعني إن شاء الله اللي راي تقوم به الجزائر من أجل لما الشمل ومن أجل أخذ قرارات خاصة لتهيئة يعني ربما أجندا ولا برنامج على ما نكذبوش على الرحل يكون خاصة على المدى المتوسط لأن في المدى القريب من المستحيلات لأن نشوف الأزمة الاقتصادية راي تمر بها أفريقيا الأزمات اليوم راي نشوفنا التحركات في المالي في النيجر بالنسبة للحصول على السيدة الكاملة ولكن هذا كله إن شاء الله نحن نستطلو خير نعم هو مالي نجحت لما اتحدث كما ذكرنا من قابل الشعب مع الجيش هناك مواجهة قوية للمستعمل القديم في حين هنا نذكره ربما أعود لك الكلمة سيد كينانين في القضية لما اتحدث الشعب مع الجيش المالي في ملاهضة قوية للمستعمل القديم في حين فرنسا الآن تحول تزحسحة والتنقل للنيجر لأنه النيجر النظام القائم هو عميل ولا مع فرنسا ولا يجد هذا الوحدة مع الشعب يعني ربما المسألة المنتقى لم تكن في جمهورية مالي فقط يعني كل الشعوب كل شعوب يعني دول الساحل أغلب دول الساحل دول الساحل ودول الصحراء الكبرى تحركت ضد الوجود الفرنسية حتى تشارح تغير عنها بل في بعض الدول يعني الشعوب خرجت من أجل أن تعيق حركة حركة تنقل القوات الفرنسية من بلد إلى بلد وهذا بحدث يعني يشكل يشكل فارق أو نقطة تحول في علاقة شعوب الأفريقية مع المستعمر الفرنسي مع المستعمر الفرنسي التقليدي وبنفس الوقت شكلت نوع من الوحدة التوافقية أو التفاهمية يعني ما بين قطاعات الشعب وما بين المؤسسة ما بين المؤسسة العسكرية لأننا كلنا يدرك أن الدول الأفريقية يعني لا تستند على مؤسسات تشريعية قوية أو مؤسسات دستورية القوة راهدة تكمن في المؤسسة العسكرية وخاصة يعني وحدة المؤسسة العسكرية التي تعبر عن تطلعات شعوبها بشكل خاص لذا أنه نلاحظ أنه في الفترات الأخيرة أنه تعدد الانقلابات نتفاجع في كل يوم بيانقلاب يعني أصبع هاجس انقلابات في القارة هذا الهاجس يعني نتيجة للتدخلات نتيجة للتدخلات الخارجية صحيح ومحاولة استغلال المؤسسة العسكرية لصالح أي قوة من القوى الخارجية أطامحة في خلق قاعدة وجود داخل القارة الأفريقية ستكينني معلي حتى لنذهب بعيدا أعود دائما إلى الكيان الصهيوني في النقاش يوم أمس يعني في افتتاح دور الأربعين لمجلس التنفيذي لم يتم الإشارة إلى قضية هل ربما سيؤجل إلى القمة قمة الرؤساء؟ القرارات المشاريع لنقول مشاريع القرارات ومتحدثوا فقط على التلمية والسياسية والاقتصادية بشكل عام مشاريع القرارات التي تصدم بجدار من الخلافات العميقة ترحل إلى القمة أشبه بتقليد متعارف عليه طبعا دعنا نتكلم بمطلق الصراحة أن مهمة إبعاد إسرائيل عن الاتحاد الأفريقي كعضة مراقبة ليست بالمهمة السهلة لأن هناك عدد كبير من الأنظمة الأفريقية تقيم علاقات اقتصادية وعلاقات شياسية وأمنية ستاربعين دولة من أصل 54 دولة ولهذا كما ذكرت أن الحكومات المتواطئة هل ستنجح ربما هذه القمة في تحقيق رغبة ويرادة الشعوب خلينا أطرح سؤال على الأستاذ هي فعلا لابد أن ننطلق من المكون الأساسي الذي قام عليه الاتحاد الأفريقي المكون الأساسي هو التحزيز بحدث وتضامل دول إفريقية دول إفريقية ما قال إيش دول أخرى؟ قال هذه الدول ثم في ماذا؟ في المجال الأمني المجال الاقتصادي المجال كذا إلى آخر مع أنت الصفة العضوية أصلا مش موجودة جغرافية غير موجودة ثاني شيء لو تجاوزنا هذه العقدة وانتقلنا إلى الاتحاد كتنظيم دولي حكومي من حق دول أخرى باش تضافها إلى هل القرار يتخذ من رئيس هذا الاتحاد؟ أين إرادة شعوب؟ إرادة شعوب تتخذ من الدول الممثلة هذا القرار لم ينتج عن طبعا مشروع الدول الممثلة عن شخص وبالتالي يعني المشروع القاراثة هذا بني على باطل ويعتبر باطل يعني بحكم القانون على رجل القانون وربما الكثير منكم ربما استد واجي كذلك استد العلاقة السياسية يعتبر ساقط يعتبر باطل لأن الحجة الذي قام عليها غير متوفرة من حيث القانون الأساسي هو لم يرجع يعني تسعة أهداف رئيسية للاتحاد الأفريقي ترسم بمثابة النظام الداخلي للاتحاد الأفريقي تسعة أهداف أي هدف من الأهداف لم يتحقق منذ قيام الاتحاد الأفريقي لحد اللحظة هذه لذا إذا أردت أن تنشئ قاعدة أفريقية لمجابات التحديات أن تفعل الأهداف التسعة التي قام على أساسها الاتحاد الأفريقي نعم سيد دواجي ربما ألا ترى أنه فعلا ربما الجزائر وغيرها من الدول لم تريد إحراج ربما أثيبيا أو الدخول في سراعة أخرى يعني لم تشر لهذا الخرق الصريح يعني قبول أثيبيا لهذا الطلب الإسرائيلي دون الرجوع إلى هايك الاتحاد نعم نظن أن العلاقات داخل الاتحاد الأفريقي ليست بالمستوى الذي يمكن أن تقاس به ربما اتحادات أخرى اتحاد الأوروبي أو اتحادات أوفا نعرف طبيعة العلاقات الإفريقي لإفريقي ما زالت هناك منوشات ما زالت هناك حروب ما زال أشار الأستاذ ما زال هناك انقلابات ما زال هناك دولة محتلة هي صحرات غربية ما زال هناك حروب أهلية هذا الأمر ينعكس على طبيع الاتحاد بصفة عامة وبتالي كانت هناك جهود حثيثة يعني جهود جزائرية جهود ليبية جهود من جنوب إفريقيا ونيجيريا والجزائر في مرحل المراحل للنهوض بالعمل في الاتحاد الإفريقي وبمحاولة تقوية هذا الاتحاد لكن التظروف يعني للأسف شديد أزمة في جنوب إفريقيا ربما الدول القوية هي جنوب إفريقيا نيجيريا الجزائر ومصر هذه الدول الركيزة ربما التي ترتكز عليها يرتكز على الاتحاد الإفريقي هذه الدول جاءتها مشاكل بما فيها الجزائر يعني مشاكل داخلية أدت إلى ربما إهمال مشروع تطوير الاتحاد الإفريقي اليوم أصبح هناك خرق صريح لمثاق وقوانين الاتحاد الإفريقي إسرائيل تريد أن تدخل وهي فعلا متغلغة إلى داخل العديد من الدول الإفريقية عبر صناعة السلاح عبر تجار السلاح عبر ترويج المخطرات وتعرف أنه كان أمر مهم جدا هناك جرائم دولية معروفة مترابطة مثلا تجارة المخدرات لا تجد تجارة المخدرات بدون أن تجد تجارة السلاح ولا تجد تجارة السلاح بدون تجارة تبيض وتهريب الأموال ولا تجد تجارة تهريب الأموال والسلاح والمخدرات بدون تجارة تهريب البشر ولا تجد كل هذه الجرائم أربعة بدون دعم الجامعات الإرهابية نعطيك مثال قبل حوالي ستة أشهر صدر قرار من مؤسسة الاتحاد الأوروبي يدين المغرب قائلا حرفيا وهذا موجود قائلا أن المغرب ينشر الفوضى في دول السحر الإفريقي والعديد من الدول انطلاقا من أموال المخطيات في إسرائيل نفس الشيء على مستوى إفريقيا تدعم الكثير من تجار السلاح وتدعم النزاعات المسلحة وإسرائيل جزء كبير من قوتها الاقتصادية الكثير ينبهر في الانتاج الاقتصادي للكيان الصهوني يقول عندهم انتاج تذهب لأوروبا ستجد خضر إسرائيلي فواكه تجد كلها مصنعة ومنتجة في إفريقيا هي تشتري تستثمر تستعبد هذه الشعوب عن طريق الأمول والعصابات لا تستثمر مع الدول مع العصابات وتقوم بإخاذ المنتوج وتصديره حقيقة مهمة هذه نهب الثروات بشكل ممنهج أولا لحصول على العملة سعبة وكثلك لنشر ميسماء القيمة المضافة تسويق صورتها لما تدخل لأسواق الأوروبية تجد الحمضيات تجد الفواكه مات إن إزرايلي العالم ينبهر هذه دولة منتجة هذه عكس ما يقول عنها العرب هذه عكس ما يقول عنها تقول عنها الجزائر شوف التأثير إضافة للتأثير الإعلامي يوجد دائما لسرعة الرأي العام كما قلنا اليوم الجزائر أمام تحدي تحدي ماذا؟ أولا تحدي مزدوج في قضية الكيان الصهيوني أولا على مستوى الإفريقي ونجحنا إلى حد بعيد في 13 دولة دعمت مسحة الجزائر وهذا ليس أمر سهل أن تجمع هذه الدول لأن تجابه الكيان الصهيوني ومن ورائه الدول الكبرى وعلى الجانب العربي لهو موضوع الصراع العربي الإسرائيلي الجزائر كانت ذكية في نقطة وهي أنه لما سوقت القمة العربية قالت أنها ستكون قمة فلسطين وإعادة ترتيب أولويات الأمم العربية وهي إعادة تصنيف أو إرجاع القضية الفلسطينية لمستوها طبعا وجاءت بعد القمة الإفريقية ربما هي دراسة من دروسة استراتيجية هي أن تصبح قمة أو لا تصبح أولويات الأولويات أن القضية الأولى للعرب لو تذهب للشارع الجزائري أو لع المغربي أو تونس حتى في الداخل في المغرب شاب جزائي قولك القضية الفلسطينية ربما نجاح قضية القمة فلسطين في القمة العربية ووقف إسرائيل في القمة الإفريقية قمة الإفريقية هناك تأثير كثير قضية سد النهضة من مولى سد النهضة رغم العلاقات المميزة ما بين مصر وإسرائيل وتطبيع العلاقات لماذا؟ لأن إسرائيل عندها منهج أساسي ومعروف هو تشتيت المشتت وتجزيء المجزئة والعمل على إضعاف الدول على مستوى البعيد قامت باستثمارات كبرى لتمويض سد النهضة وأصبحت اليوم إثيوبية تهدد الأمن المائي لمصر كذلك هذه النقطة هنا ننتهي كذلك فيما يتعلق بضرب الدول يعني إحنا العرب والدول العربية والإفريقية رضينا بالمحال يعني كيف لنا أن نقبل بتقسيم السودان هذه كانت مشروع صهياني كيف لنا أن نقبل بتقسيم دول في أفريقيا وهذه ربما أتتنا منها شكرا جزيلا لمعليش الختام الوقت انتهى لا أنا أعطي كلمة لأستاذ فقط لما أعطينا الوشكال ثانية توضيح للسؤال كيف سيكون قرار قبول إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي إذا لم يكن قرارا سياسيا فسيكون قرارا إداريا ستنفرد به جمهورية أثوفيا شكرا جزيلا أستاذ منصور بنتوري في اختصار شديد عشر ثواني فقط السينيغال الآن ستستلم إدارة القمة يعني القمة الاتحاد الأفريقي هل ترون أنه ربما هذا الاستلام يعني الإدارة أو الرئاسة سيكون يعني مستجد يعني يعني يساعد كثيرا في اتحاد الأفريقي في النهضة أو مواجهة يعني الكانس يعني إحنا كنا اليوم ننتظر القمة القمة الاتحاد الأفريقي ما ينتج عليها ولكن دعني أن نقول نتمنى إن شاء الله النجاح للقمة هذه نعم ولكن سينيغال يبقى هذا في المستقبل ولكن دعني أعطيني ثانية واحدة فضل وقت انتهى ولكن ما عليش فش ربما رح نخرج على الموضوع أنا اليوم بأس محس بصوت شاب نعزي عائلة المرحوم عبد الحميد زوبا ربي أحمد الله عليه هو مجاهد يعني ومجاهد الكبير ومجاهد كبير ومجاهد كبير لرياضة الجزائرية خاصة الكرة القدم ونعيل العائلة طورية وعائلة التاعو الخاصة وكل شعب الجزائري شكرا يعني تعازينا الخالصة لعائلة التاعو كامل وتعازينا حتى الذين هلكوا باستفعين ولمان ضحية الثامن ولياضة حي لمفجار الغاز وعلى كل مسلمي المسلمين والجزائريين بصفة عامة كنت معنا شكرا جزيلك منصور بن توري قيادة بصوت الشعب حزب صوت الشعب الأستاذ أحمد العروسي رويبات رائز حزب الواسطة السياسي شكرا جزيلا على تلبيت الدعوة الأستاذ دواجي محمد حسن دواجي أستاذ العلم السياسي والعلاقة الدولية جامعة مستغانب شكرا جزيلا على تلبيت الدعوة والأستاذ عبد الرحمن جعفر الكناني محلل سياسي مختص في شأن دولي شكرا جزيلا وأنتم مشاهدين الكرام إلى معيد اللحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا